اشتركوا في القناة 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 عليكم الحذر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جرار حتى انت اشتركوا في القناة 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 ما نأتي بارزني أعطوني سيفا لم تقول لي من أنت أنا الفارعة أخت الوليد بن طريف الشيباني الخارج والمعرق من يخرج عن الطاعات يقتل من يقتل يؤخذ بثارة أخذ بثارة صارفي قادر ظهرك وقاتل صارفي يا فارعة قبل أن أغير رأيي بياك أيها الفضل أنت أود من غير أبي عصر فهذا كفيل بإشعال غضب الرشيد علينا لا يا أبي لن أعود إلا وهو معي حيا أو مييدا حيا حيا أيها الفضل فهذا ما أمرنا به أمير المؤمنين وأنا أيضا ورده حيا فبيننا حساب يجب أن نصفيها هيا سر على بركة الله أحرص على حياتك لا كما تريدو يا أبي لا كما تريدو يا أبي zil passion أبي شكرا كنت لدي إشتري هاند ما تفعل هنا؟ عندما أحدثك أريد جواباً اسمعي يا مهان أنا رجل جائع إلا هنا ليبحث عن رزقه ولا أريد المشاكل لا معك ولا مع بيرك وحتى لا تقع في المشاكل عليك ألا تتجرى أن تفكر بما أفكر به سيرين حلم صعب المنال إياك أن تفكر في الاقتراب منها وإلا سحقتك ليس لك الحق أن تتحدث عن شيء لا يخصك أمر سيرين يخصها وحدها لا تتدخل به اسمع يبدو أنك لا تعرفني بعد أنا إن أردت شيئا أخذته بالقوة لست أنا من يخسر شيئا يريده ترجمة نانسي قنقر 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 وحبتك 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 كلها مقضى سمت منك على سمتك أنت أي عند الجارية؟ ما كان اسمك؟ لماذا أتيت إلى هنا ولم تنتهي من عملك بعد؟ ولم تنظفي جيداً لقد تعبت ولم أعد أقوى على العمل تتمرضين أياتها الجارية إني متعبة حقاً إسمعي أياتها الجارية إذا لم تنجزي عملك بشكل جيد سوف أشكوك إلى سيدتي خنساء وهي سوف تتصرف معك يقولون أن أبا عصمة يا مولاي يدعو لابن الهادي جعفر ولكنها فتنة صغيرة يا مولاي لا تصغر الأمور يا ابن الربيع فتنة صغيرة إذا امتدت أكلت كل شيء ترجمة نانسي قنقر تخرج علي في البصرة وأنت هنا أنا يا مولاي قائد الهادي أبو عصمة يدعو لك بالبيعة في البصرة أقسم يا مولاي إنه لا علم لي بذلك جعفر لا تقسم لا أفعلها يا عمه كيف أفعلها وأنا هنا في قصر وقريباً منك مسرور قريباً من سيفي أيضاً مولاي أنا ابن أخيك ولن أفعل ما لا يرضيك صدقني يا عمه ليس لي علم بما فعله أبو عصمة ليس جعفر من يخون لحمه ودمه أنا لن أعاقب أحداً أنا لن أعاقب أحداً إجلس ما بك يا مولاي؟ ما بك يا مولاي؟ ما بك يا مولاي؟ لقد أصبحت الأمور جاهزة الجميع مستعد للمبايع لا تقلق يا مولاي أرجو ذلك يا أبا علي أرجو ذلك فالخذلان أذاقنا مرارة الهزيمة وإن لم نكن مستعدين ووصل خبرنا لهارون قضي علينا ولن تقوم لنا قائمة اطمئننا يا مولاي بعون الله سننال مرادنا هذه المرة إن شاء الله يا أبا علي إن شاء الله إن شاء الله هيا استعدوا للتحرك إن شاء الله إن شاء الله حسناً السلام عليك يا أحب وعليك السلام ما بك؟ لا شيء الحمد لله على كل شيء الحمد لله حمد لله اشتركوا في القناة 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 وحافظا لسلطانه ما بك؟ اشتركوا في القناة 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 والحمد لله لقد كانت دعوتنا دعوة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ودعوة ابناء علي ابن ابي طالب الهاشمي القرشي واضن يا مولاي ان الناس ستأتيك من كل مكان وكل مصر الناس متعطشون لدعوتك ويريدون التخلص من الظلم السلام عليكم جميعا وعليكم السلام السلام على ابن الكرامي وعليك السلام جئناك مبايعين بارك الله فيكم بارك الله فيكم انما جئت طالبا نصرتكم لاستعادة حقنا المغتصد لا يا مولاي لم تصل الدعوة الى الكوفة الحمد لله لقد كفان الله الكوفة ان ابا عصمة يا مولاي قد اصيب بعقله فليس من عقل يقوم بفعلته وهو على مرمى حجر من حاضرة الخلافة انما طامع العكم تفعل فعلها في العقول فاذا ما اخذت شهوة السلطة من امرئ فانها تعمي عقله قبل عينيه وتظن الناس ان الخلافة من صنع البشر انها ارادة الله في خلقه جعفر اياك ان تكون قد ناصرت أبا عصمة على عمك رشيد لا يا عمدي لا اقسم انه لا علم لي بما يجري كما انني خائف من عمي الرشيد لا تخف ان لم تكن مذنبا فعمك الرشيد لن يعاقبك اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة ايعقل ان يكون البرامكة وراء الامر يقلبون جعفرا على الرشيد ليفعلوا ما يشاءون يا ابنتي كيف يا عمه فهم يديرون شؤون الدولة وبيدهم كل شيء وهاهم يستقون بعبد الله المأمون عبد الله المأمون ابن الرشيد لن يضل عن طريق ابيه وهو ولي عهد ابنك الامين انبقوا على هذه الحال فسيوقعون الفتنة بين الاخوة والمأمون جمر تحت الرماد يقلبونه متى يشاءون لا تنسي امير المؤمنين هارون الرشيد الذي بيده الحل والربط انه يثق بهم طالما هم اهل للثقة فاذا خانوه اقتص منهم احاول احيانا ان اتعامل مع الامر بظاهره واترك باطنه لله تعالى ولكني لا استطيع ان اكذب حدسي بهم موسيقى 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 جرار من أفضل الأنواع جرار جرار يا سيدتي جرار 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 هل أنت الرجل الذي طال ما حلمت به هل خلاص مما أنا فيه سيكون على يديك فالفراغ الذي أعيش حبل يخنقني فعل شيئا يا أحمد سوى النتائي على جرارك هيا أندي ماذا تفعلين هنا يا تغالجارية كيف تتركين عملك وتأتينا للنوم هنا إني مريضة جدا أنا مفهبتني أرجوك يا سيدي ساعدني إنك تتمرضين أليس كذلك إن بطني يتمسق إنك هي مصابة بالحمى إنك ترتعدين منها ما هذا هذه الجارية مصابة بالحمى وتشعر بألم شديد في بطنه يا الجوارم المخادعات كاذبات أطلب طبيب القسر كي يراها ويعالجها وأخبرني بما يقول أمر سيدتي إن كانت حيلة منها سسترى مني العجب سأجلب لك الطبيبة فورا لا تقلقي تلك فتنة وستنقض بإذن الله هو كذلك يا زبيدة إنه أبو عصمة قائد جند الهادي من منعني من عبور الجسر يوم بيعة الهادي بلى أذكره تماما كان علي أن أقضي عليه من يومها دعك من كل هذا الآن إننا نشتاق إليك يا هارون لقد أطلت الغياب علينا إنها مشاغل الحكم يا زبيدة ويجب أن أذهب ولكن شوقنا إليك أقوى من كل شيء وكل يوم يزيد سأنصرف إلى شوق الحكم أنتظرك الليلة يا مولاي إن شاء الله أظنه ألم عارضا أعطيها من هذه القارورة هل ستشفى يا سيدي؟ بإذن الله ولكنها بحاجة إلى من يعتني بها أيهاديا أيهاديا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلبي قلبي ينبط ينبط هنا ينبط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه الفضل ابن يحيى ام انك لا تثق به اثق به اثق به اثق به ولكن عليه ان ينجز ما كلفه به الرشيد فذلك كفيل باستعادة ما كنا علي انت تعلم ان لا احد يساعده غيرنا اعرف ذلك ولكن اتسعت الدائرة حول الرشيد والبعض يريد نيل منها يحيى لا تنسى حصتنا التي لا يشاركنا بها احد المأمون عن اي حصة تتكلمين يا ام الفضل الرشيد لم يعد كما كان قلت لمسرور انه بلا قلب لم تخافي ان يجرد سيفه ويقطع رأسك فيدحرجه امامك كما يفعل عادة لا ابدا لقد احسست انه كالطفل الصغير لقد كان ينظر الي بحب وود كبيرين انني اشعر به يا ياقوتة واضن ان ما يقال عنه بعض اشاعات يقولون اذا وقع الحب توقف العقل لا شيء عندي لاخسره يا ياقوتة وسأرى ما يريده مني يا ساحرين مقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيدي تواعدني للوصلة ثم تخليفني ويلا يمين ويلا يمين خلفك موعودي ما يخلف الوعد غير كاذبة هو كاذبة هو كاذب في الجحيم مصفودي يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي وقاتلي منك منك بالمواعيدي تواعدني للوصلة ثم تخليفني منك بالمواعيدي ويلا يمين ويلا يمين خلفك موعودي ما يخلف وعد غير كاذبة هو كاذبة هو كاذبة هو كاذبة في الجحيم مصفودي يا ساحر المقلتين والجيد هو قاتلي منك بالمواعيدي مولاي مولاي أجدتي يا ذات الخال أجدتي يسعدني أنك سررت بغناء هذا يا مولاي فسماع كلماتك هذه أثمن بكثير من ارتداء جواهد مم ما بك يا مولاي هل تسمح لي بالجلوس عند قدميك يا مولاي؟ موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة